بسم الله الرحمن الرحيم menu� اولا نتعلق علي المجموعة الفعالة للاثر المجموعة الفعالة للاثر هي ذرة الأكسجين قد تكون حول ذرة الأكسجين حول ذرة المجموعة الفعالة للاثر حلقتيmbre قد تكون الكل قد يكون حلقة في الكل هو التسمية يدي الاهم الطريقة بالاثر التسمية عندي تسمية بسيطة وعدي تسمية غير بسيطة simple name نجي الأول شي simple name نحن أول شي خلن نجي نعرف القواعد أو الأساس للتسمية أول شي بالتسمية بنجينا مركب وقلي سميلي أول شي أذكر المجاميع المجاميع أذكرها أول شي زيان المجاميع إذا كانت مثلا أكثر من مجموعة أذكرها حسب الأمجدية ومن ثم كلمة Ether خلو زيان زيان الآن نجينا لهذا المركب C2H5O C3H7 أول شي عدي مجموعتين أنا قلت بالتسمية قلت أول شي نذكر المجاميع زيان المجاميع هنا نعدي ذرتين كربون هي أثل وعدي ثلاث ذرات كربون بروبيل فيها هو أول شي حرف الأي أو حرف البي أكيد حرف الأي فراح يصير حسب الأبجدية العفو الأيث أثل بروبيل هذا المثال الأول نأخذ مثال الثاني مثلا C3H3 مثلا أو C3H3 هنا شو تسميته تسميته عدي هنا مثل مولو لا وهناها مثل يعني رح يصير داي مثل إيثر خوزيا زيان ذكرت أول شي ذكرت المجاميع ومن ثم ذكرت الإيثر خوزيا زيان حسنا مثلا ناخذ مثلا مثلا ذرة الأوكسجين حاولها حلقتها يارين هذا شو عبارة عبارة عن فانول وهنانا هم فانول فش رح يصير عندي داي فانول وثم كلمة إيثر إيثر خوزيا زيان ناخذ بعد مثال مثلا ناخذ هذا المثال اللي هو عبارة عن حلقة أريل حلقة بانزين أوكسجين و سي ثري ايج ثفن أول شي هنا نعدي شنو هذا قلنا هذا عبارة عن فانول خوزيا زيان هنا نعدي ثلاث ذرات كاربون منقوص ذرة هيدروجين يعني شنو أوبروبل الكيل بمن أبدي أبدي بالبي لو بالبي نفس الشي هنا فأي واحد أبدي بعادي فأني رح أبدي هنا بال فانول فانول أوبروبل إيثر خوزيا زيان ناخذ بعد مثال مثلا ناخذ هنا سي أتشفري أو حلقة أريل خوزيا زيان هنا أول شي نحن قلنا حلقة بانزين فانول هنا عبارة عن مثل واش رح يصير عندي رح يصير أو نحن بدي الحسب الأبجدية الآن قبل البي فراح يصير مثل فانول فانول إيثر لكن الشي الأهم يقول هذا التسمية ما يستخدموها أبدا يستخدموه الاسم المصطلح اللي هو أنيسول وهذا المصطلح كلش كلش مهم أركزت عليه الدكتورة فالأنيسول هو عبارة عن مثل فانول إيثر خلال زيان زيان الشي يبقى عندي يبقى عندي بعد مثل شن آخر مثال بعد آخر مثال اللي هو حلقة بانزين روكسجين سي أتش سي أتش ثري سي أتش ثري سي أتش ثري نجي هذا المركب هذا المركب خنحسبه من كم ذرات كربون يتكون نحن نقول شي هذا نعرفه من التفقين عليه قبل شوية قلنا هذا عبارة عن فانول دينا من عنده نجي لهذا المركب كم ذرات كربون يتكون من واحد اثنين ثلاثة اربعة يتكون من اربع ذرات كربون خلنا خذفة قاعدة قاعدة أساسية كل ذرات كربون متفرعة الى ثلاثة ذرات هذا يسمى تيرشري تيرشري كم ذرات كربون اربعة بيوتل خوزين زين تيرشري بيوتل فانول اثر خوزين قلنا ذرات كربون متفرعة الى ثلاثة ذرات اول شي خنكتبة ونجي نتناقش عليه نتناقش عليه جلنا احنا ننسى قلنا تيرشري بيوتل ثلاثة ذرات كربون يجينا واحد يقول ليش ما سميت هذا ليش ما سميته ايزو بيوتل لان عبارة عن تفرع لذرة الكربون ونسميه ايزو ليش ما سميت ايزو ليش سميت ليه تيرشري هنان احنا خلنا نعرف الايزو شنو الايزو الايزو عند عدي لما تكون CH3 مثلا يعني لك مثال للايزو CH3 هنا اي ذرة كربون او اي حلقة اي حلقة اي اوكسجين اي ذرة اي شي عدي عادي وهنان عبارة عن ذرة كربون خوزين زين فهنان بهالحالة الذرة الكربون الوسطية مولو لا الوسطية حاملة تفرع واحد خوزين زين فهذا اسمي ايزو خوزين زين يعني مثل هنا كان CH3 CH CH3 CH3 مولو لا خوزين زين فهذا شراح اسمي يعني هذا عبارة عن ذرة كربون او شي وسطية وثاني شي التفرع صير بالوسط يعني فشراح يصير رح يصير ايزو بروبل خوزين زين بينما اهنان يعني ذرة كربون صحيح وسطية شبيه بيتفرع اثنين مثل خوزين زين اثنين مثل شم ذرة كربون انا عندي عدي ثلاثة يعني شنو اثنين مثل اوبروبل قلت لأي يكمل لي قال يسمي اثنين مثل اوبروبل فنول اثر هنانا حجيك صحيح يعني حجيك ما بي اي خطأ تسمية مضبوطة صحيحة بس يقول لي هنانا تسميتك هاي تكون مطولة فلهذا ما ينبذوها اول شي شغطي بيها تسمية تكون طويلة واحنا ما محبذة عدنا فلهذا ما يستخدموها بالتصنيع وما يستخدموها عند الدكاترة هاي شغلة والشغلة الثانية انا دائما اميل الى انه تكون عندي حلقة الكيل انا قلت تير شيري بيوتيل الكيل احبذ تكون عندي حلقة الكيل هاي شغلة هاي هاي تسمية شن عبارة عن تير شيري بيوتيل ليش تير شيري بيوتيل ذرة كربون بها ثلاثة تفرعات انتهينا انتهينا ليش ما سميناها ثلاثة يعني هناك كانت ما كانت تفرع لان كان حشك مضبوط ايزو بان هناك كانت تفرعات خوزيا فانتهنا من عدائي انتهينا معدائي ليش ما سمينا اثنين مثل بروبيل فانول اثر قلنا هاي تسمية طويلة اولا والثانيا دائما اميل على ان تكون تسمية تحتوي على الكيل على البيوتيل